تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيرفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى الناس بتحب الرومونتادة بتحب تشوف واحد واقع عم بيخسر ثم بينهض كبطل أول الناس اللي أدركوا هذا الموضوع شركات صناعة الأفلام دايما البطل شو مكان حتى لو كان سوبرمان لازم ينضرب أولها ولازم نشعر أنه عم بيخسر والشر عم بفوز وفجأة بطلع البطل اللي جواته وبينتصر الرومونتادة الشيء جميل في كرة القدم حتى لو ما منعرف الفريقين اللي عم بيلعبوا ونفتح على أي تطبيق من هالتطبيقات ونشوف فريق كان خسران بنتيجة 3 و 4 ورجع بالنتيجة حنكون مبسوطين نشعر بسعادة حتى لو ما عرفنا بأي بلاد عم بيلعبوا وفي أوروبا كثير من قصص الرومونتادة الشهيرة أشهرها وأفضلها وأكثرها مباشرة نحو اللقب كانت رومونتادة ريبربول على ميلان عام 2005 زي ما منعرف ثم رومونتادة ريبربول على برشلونة لكن أيضا برشلونة عنده رومونتادة تاريخية على سان جيرمان وروما له قصة مفاجئة مع البرشل وأكيد عودة يوفينتوس مع رونالدو رد الفعل أمام سيميوني أتلتك ومدريد ما بتنتسأ أيضا هذا كله في أوروبا لكن لو جيت على قارة آسيا وقلت للناس اللي بيحضروا كرة قدم آسيوية رومونتادة بيحكو لك مباراة وحدة وبوقفوا بيسكروا بعدها بيقول لك الاتحاد لما جاب دوري أبطال آسيا عام 2004 سنت العجائب عام 2004 عملت عنه قصة جمعة شو صار في أحداث غير كرة القدم وفاجأ كرة القدم وصلمنا كلنا كمتابعين لهذه اللعبة أخذها اتحاد جدي لمستوى آخر أخذها برومونتادة شهيرة جدا 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 خسر في ملعب 3-1 في نهاية دوري أبطال آسيا قبل ما بيرجعوا يفوز خمسة في أرض الخصم تتويج ما كان بس إعلان الاتحاد بطل آسيا لأول مرة في التاريخ بل تتويج أعطى الحياة أعاد الأمل لكل الكرة السعودية وذلك بعد الإخفاق الكبير اللي صار في موديال 2002 كانت في حالة إحباط شديدة جدا عند الشارع الرياضي السعودي بسبب النتيجة المذلة اللي تعرض لها الأخضر في موديال 2002 أمام المنتخب الألماني السنوات اللي تالت تلك الخسارة كانت نقدر نقول عنها سنوات مظلمة في كرة القدم السعودية لأن السعودية ما كانت تؤدي جيدا حتى على مستوى البطولات الآسيوية الاتحاد كان عم يعيش فترة ممتازة جدا بشكل عام في السعودية ما بين سنة 97 وسنة 2003 فاز بالدوري خمس مرات كان قوي كان علامة فارقة بالكرة السعودية لكن إنجازه الآسيوي كان مش متحقق حتى تلك اللحظة ولما دخل الاتحاد دوري أبطال آسيا كان عنده رقب يجيب اللقب الأول ويبدو كان مخطط يخلي هذا اللقب مش بس اللقب الأول الناس بتحبه دائما الناس بتحب أول لقب وبتفتخر فيه لكن كان بدي يخليه للذاكرة للتاريخ إلى الأبد لو مهما جاب ألقاب بعد ذلك في عام 2004 دوري أبطال آسيا عبارة عن سبع مجموعات بيتأهل المتصدر بس لدور الثمانية طيب من وان الثامن حي يجي هو بطل النسخة السابقة وفي عام 2004 بطل النسخة السابقة كان نادي العين الإماراتي وذلك بنظام تأهل كان كثير شائح في دوري أبطال آسيا وقتها اسمه نظام التأهل باي أو التأهل التلقائي نتيجة إنجاز أنت حققته السنة الماضية بتدخل من دور الثمانية وما بتبلش من أول وجديد كل بطولة الاتحاد بيقع بمجموعة فيها تكافؤ كبيرة سبعان أصبعان الإيراني نفشي الأوزبكي ونادي العربي الكويتي لازم نمشي على مسار الاتحاد في البطولة عشان نفهم إنه ما كانت طريقه مفروش من الورود نحو النهائي وعشان نفهم إنه راكم الخبرات من أجل ذلك الإنجاز العظيم في المباراة الأولى هزم العربي بهدفين نظفين ثم هزم نفشي بثلاثة واحد في أوزبكستان لكنه خسر ثلاثة اتنين أمام أصفهان في إيران قبل ما يرد عليه برباعية لما أخدوا لعب معاه في السعودية اتعادل مع العربي في الجول قبل الأخيرة بلا أهداف لكنه في المباراة الأخيرة فاشع نفشي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء حقق 13 نقطة وتصدر أمام النادي الإيراني بفارق الأهداف فتصده وتأهل بفضل فوزه الساحق على النادي الإيراني بأربع أهداف اللي هو صنع الفارق ما بينهم لما إيجي رتب الفرق في دور الثمانية القرعة بتوضع الاتحاد مع داليانشد الصيني بتعادل معه واحد واحد في الصين قبل ما ينزمه بهدف مقابل لا شيء في السعودية ثم جاءت مواجهة نصف النهائي فريق جيون بيك هوان داي الكوري واحد من أكثر الأديل المولي بتلك الفترة بكرة قدم شرق آسيا الاتحاد بفوز في الذهاب بالسعودية 2-1 وهدف الاتحاد الثاني جاء بالدقيقة 87 بعد دقيقتين بس من هدف الفريق الكوري اللي كان عم بتعادل فيه واحد واحد صاحب هدف الفوز بتلك المباراة كان حمد المنتشري وفي شهر أكتوبر من عام 2004 بروح الاتحاد يلعب في كوريا وبتلقى صدمة الشوط الأول 2-0 للفريق الكوري الأمور ماشية باتجاه خروجه لكن الاتحاد بسجل هدف بالشوط الثاني في الدقيقة 68 ثم أسامة المولد بسجل هدف بالدقيقة 89 بيعلن الاتحاد متأهل إلى نهائي أبطال آسيا الاتحاد مطالب منه يواجه فريق اسمه سيونج نام الكوري في النهائي فريق كان قوي جدا بتلك الفترة فايز بالدوري ثلاث سنوات متتالية 2001-2002-2003 فريقنا اللي ما بيعرفه هو بطل دوري أبطال آسيا عام 1995 بس اسمه وقتها ما كان سيونج نام وكان بتأوج بذلك اللقب على حساب النصر في عام 95 اسمه وقتها كان ما يعني فريق سيونج نام فريق عنده خبرة وتاريخ وفريق عنده حاضر وجاي قوي جدا 24 نوفمبر 2004 مباراة الذهاب الاتحاد بيستضيف سيونج نام الأحلام كبيرة الجماهير بتحتشد اللقب الأول اقترب في الدقيقة 26 بيسجل الفريق الكوري وكعادة الاتحاد ردته بيجي سريع رضا تكر بيسجل في الدقيقة 28 هذا في التعادل الاتحاد اندفع أكثر من اللازم بالدقائق الأخيرة باحث عن الفوز لكنه انصدم بآخر 10 دقائق إنه بيطلق هدفه وبيخسر 3-1 صدم سادة الأجواء السعودية للعلم اللي سجل الهدف الثاني لفريق سيونج نام الكوري في تلك المباراة هو كيم دو هون هذا لاعب كوري رجع في عام 2020 وفاز بدور أبطال آسيا لكن هذه الموررة كمدرب لما توج فيه بطولة آسيا 2020 على حساب برسبولوس الإيراني زي ما بنعرف جميعنا بعد المباراة جماهير الاتحاد بتلقى شمات من كثير رد فعل قاسي من بعض الصحف بعناوينها ردود فعل قاسي بشكل أو بآخر الصحف بتعلن إنه شكرا للاتحاد عملت اللي عليك لعبت النهائي خلصت البطولة البطولة كورية وبعض ردود الفعل وصلت لدرجة التشكيك بين تيماء وولاء اللاعبين وأنهم بس بيلعبوا عشان الفلوس مش أكثر الجميع شعر أنه العودة مستحيلة مش بس لأنه النتيجة كبيرة بل في سبب آخر المشكلة كانت ناسيونغ نام في تلك النسخة كان فريق قوي جدا بدليل 24 هدف من 6 مباريات سجلها في دور المجموعات و11 هدف سجلها في شباك الشارقة في دور الثمانية في البتالي تتكلم عن فريق قوي جدا هجوميا فرصة أنك تكسب على ملعبه في كوريا بدون ما يسجل عليك وتكلب النتيجة من 3-1 إلى أي نتيجة أخرى تربحك البطولة كانت عملية شبه مستحيلة بس في شخص اسمه منصور لبليوي رئيس لهذا الاتحاد ما فقد الأمن ما شاهدوا الموضوع حسب ما قال المدربين نروح لعب الإياب وخلينا نخلص قال أن لازم أحمل شيء ثاني هذا الرجل بث كلمة شهيرة وصريحة عن اللصة قال للاعبين الخسارة اعتبروها علي مسؤوليتي بس المباراة ما خلصت هذا الشوت الأول اخسرناه ضايل الشوط الثاني تقدروا ترجعوا وإن ترجعتوا أصلا بنصف النهائي مع فريق كوري بالشوط الثاني قرار مباشر من منصور لبليوي إيه قالت تومسلاف إيفيتش مدرب الاتحاد تعين مساعده إدراجان تلاييتش اللي كان عمره وقته 39 سنة مدرب شاب بس في بيزة إنه ثمن شهور مساعد وبالتالي موجود بيعرف لعيدة الاتحاد منصور كان عم بقود هنا حملة العودة حملة الأمل حملة إنه من حقكم تحاولوا مرة أخرى من أجل اللقب الأمور ما انتهت زي ما غلبوكم ثلاثة واحدة في ملعبكم تقدروا تغلبوهم بنفس النتيجة في ملعبهم إدراجان بقول أيضا إنه أنا قبل المباراة الأولى تومسلاف إيفيتش أجلي شو رأيك بالخطة قال فأعطيته أسماء معينة لازم تلعب ففاجأني إنه ثمن أسماء من اللي حكيت له إياهم ما لعبت وكانت النتيجة الخسارة ووقتها قلت طب ليش سألني مدام مش عم بيصدقني مدرب جديد شاب بيشوف عنده فرصة أنه يصير مدرب كبير لو عمل هاي الرمونتادة فهذا الشيء أعطى روح جديد أعطى حماس جديد أعطى مدرب حابب يدور على سبب يعلن فيه عن نفسه كمدرب كرة قدم مهم قادم للمنطقة كان في أسبوع بس بس هذا الأسبوع بدك تجهز فيه فريقك نفسيا وبدنيا وتكتيكيا عشان تعمل رمونتادة دراجان بيقول لما إجيد أدربهم اللاعبين مش مؤمنين فيي أنه أنت مساعد مدرب وما حدا بيعرفك مش وقتك قال كان كثير صعب أني أرجع أشحى المعنويات اللاعبين والأسطورة في نادي الاتحاد تشيكو بيقول كان فيه كثير لاعبين ماش حابين يسافروا للقياب كانوا شايفين الموضوع انتهى كانت حالة إحباط مطلقة فإيجا قرار مهم قرار ذكي اليوم بدنا نسافر عكوريا ما رح نستنى قبل المباراة بيوم ويومين لسببين السبب الأول درجة الحرارة وفرق درجة الحرارة بالسعودية كان درجة الحرارة بالتلاتينات وفي كوريا كانت تقريبا نقص اثنين فلازم اللاعبين يروحوا يتعودوا على أجواء والحرارة بس كان فيه سبب آخر سبب ذهني نفسي ذكي جدا لعبت عليه إدارة الاتحاد بتلك الفترة أنت لما تاخد اللاعبين وتقولهم روحوا على كوريا أول ما ينزلوا المطار بينسوا الذهاب ببلشوا يفكروا بالإياب تلقائيا بيخرجوا من حالة الإحباط وبيبدأ التجهيز النفسي الجديد صعب جدا تجهزهم عن بعد أفضل تاخدهم وتبعدهم عن الجو السلبي اللي كان محيط فيهم تجهيز لدرجة الحرارة وتاريخ جيد أمام نادي صيني وكوريا في نفس البطولة وبدأ اللاعبين يشعروا أن مباراة الإياب قربت قبل أسبوع يعني عندك أسبوع تتعافى نفسيا كلها أمور أخرجت النمر اللي داخل الاتحاد إدراجان بيقول اللاعبين تغيروا في البداية في السعودي ما كانوا عم بردوا علي لما وصلنا كوريا تغير تفاعلهم معي وكأنه الموضوع حطهم تحت الأمر الواقع حطهم بالمواجهة انتوا رحين تلعبوا الإياب فأعملوا اللي عليكم قررت مهمة لقاء الإياب تغيير الخطة لأربعة واحد أربعة واحد وتغيير ثمن لاعبين من اللي خاضوا لقاء الذهاب رغم أنه دراجان شرح كثير عن دوره التكتيكي خلال أسبوع لكن لو تسأل أي اتحاد يحيقول لك اللي فاز هو منصور هو رئيس النادي اللي شحن الفريق معنويا وحتى اتدخل فنيا وأكثر من لاعب من نادي الاتحاد بيقولوا التشكيلة وضعت بموافقة رئيس النادي اللاعبين صاروا بدهم يلعبوا اللقاء صاروا بدهم يفوزوا اتشيكو مصاب قال لك رح ألعب حسب كلام حمد المنتشري وبقول حمد ما بين الشوطين قلنا له اطلع انت مصاب قال لهم لا رح نكمل ونجيب البطولة الاتحاد كان في ميزة معروفة وقتها عن كل فريق بدربه مدرب أوروب شرقي الكرات الثابت الاتحاد سجلي كثير خلال مشواره في تلك البطولة من هذه الركلات حتى مباراته في الذهاب كان هدفه من ركلة ثابتة فكان تركيز دراجان خلونا نركز على نقطة قوتنا أمام فريق كوري معروف عنهم بشكل عام بشرق آسيا مش قويين دفاعيا أمام الهواء في الدقيقة 28 تشيكو المصاب بيرفع ركنية الهدف الأول الأمور بتقرب صار فيه أمل الكوريين ضايعين مش عارفين شو عم بيعمل ومش عم بيلقوا نفس الفريق اللي واجههم في لقاء الذهاب لعبي الاتحاد ما احتفلوا ما بالغوا مركزين تماما لازم من فلت هذه المباراة أخذوا الكرة ورجعوها لصف الملعب يلا نكمل لو تشوفوا المباراة وتشوفوا بعد الهدف ملامح الكوريين مرعبين متوترين نفسيا مش تمام لمستوى أنك لما تشوف هذه الملامح بتقول هم اللي خسروا في الذهاب 3-1 واطلقوا الآن الهدف القاتل والاتحاد بيستمر بالضغط ثم ضربة ثافتة وتشيكو نفسه بنفذها وبيسجلها حمزة إدريس هدف ثاني أيضا زي ما حكيت مراكلة ثابتة النتيجة 2-0 بينتهي الشوط الأول المفاجأة كانت والتصميم كان واضح أنه اللاعبين ما احتفلوا كمان أخذوا الكورة ورجعوها لنصف الملعب بدنا نفوز بدنا نجيب اللقب ما بدنا أداء مشرف بس ما بين الشوطين حسب أكثر من تصريح اللاعبين الاتحاد ما رضوا يقعدوا ضايل هدف ومنجيب اللقب ضايل هدف ومنجيب أول لقب في تاريخنا الفريق اللي كان يحكوا عنه مش دوشي سافر على الإياب بعض لاعبيه أصبح فريق مش مصدق أنه يرجع يلعب الشوطي الثاني فريق مش معترف بالربع ساعة ما بين الشوطين الأدرينالين مرتفع بشكل واضح عند لاعبي الاتحاد مع حفاظ مهم على التركيز صوت الجماهير الأسعودية عم بطلع في الملعب الكوري بشكل أوضح أوضح من أي وقت سبق الفريق الكوري كثير ركن لنتيجة الذهاب شعر ذلك المدرب بين الشوطين قال لك أنا غلطت طلب من لاعبيه حاولوا يهجموا بالشوط الثاني لأنه بالغوا بالدفاع بشوط الأول وندموا أنهم أركنوا على نتيجة لقاء الذهاب لكن جاء هدف ربما يعتبر أهم هدف في مسيرة محمد نور الهدف الثالث في الدقيقة 56 الحلم يتحول إلى حقيقة الاتحاد بفوز 3-0 الاتحاد بيجيب اللقب حتى اللحظة كان واضح جدا أنه الفريق الكوري نهار نفسيا اتفك كفنيا كان واضح لأي حد بيحضر تلك المباراة الأمور انتحد الاتحاد هو البطل بيحاول الفريق الكوري يندفع لكن هذه المرة بتهور ربما بتهور الاتحاد اللي صار في لقاء الذهاب فمحمد نورو مناف بشقنر بعاقبوه وبسجل الرابح والخامس تنتهي المباراة بخماسية اتحادية فيما يمكن وصفه أقوار منتادة في تاريخ نهائي في آسيا على الأقد بعد المباراة بيطلع دراجان تلايتشو بيقول أنا أسعد رجل في العالم فقد المجانين آملوا فينا أنه ممكن نجيب اللقب اعتبروني مجنون لعني كنت مؤمن أنه حنجيب اللقب شاك يونغ مدرب سيونغ نام طلع حكا للأسف لاعبيني تجمدوا في أرض الملعب هم شباب لم يتحملوا ضغط الجماهير مع توتر المباراة النهائية عمرهم صغير قلت خبرتهم خدلتهم حسب كلامه وللعلم في شغلي هون مهمة جدا لازم نحكيها ضغط الانتصار ضغط تكون قريب من البطولة أصعب بكثير من ضغط تكون لنك خسر عنها لأنه لما تكون تملك شيء ويحاولوا ياخدوه منك بتخاف أكثر مما تكون تحاول تاخده من الشخص التاني دائما لما يكون عندك شيء تخسره وضعك بيكون أصعب من الشخص اللي ما عنده شيء يخسره تصريحات المدرب الكوري أجواء اللقاء بتوضح أن التجهيز النفسي هو اللي صنع الفارق الأول قبل الفن التجهيز النفسي اللي أشرفت على إدارة الاتحاد والمدرب التجهيز النفسي بيخلى اللاعبين عارفين أنه في شيء أمل هناك كان في تجهيز غلط كان في نوع من الراحة أنهم من حسمة الأمور أركنوا أنهم فازوا باللقب وما عرفوا أنهم بيلعبوا مع نمور منصور لبلوي أول ما بيرجع وهو متوج باللقب بيطلع بتصريحاته بيشرح كل التفاصيل بيقول ربما كانت اللحظة الأولى بعد اللقاء الأول مهم جدا أنه نحكي لللاعبين لسه في أمل خلونا نحاول ما انتهى شيء اليوم ما انتهى المطاف اليوم أنا اللي بتحمل المسئوليك كرئيس نادي لكن أنتوا كلاعبين مطالبين تعطلي عليكم رضا ثكر طلع قال اللاعبين كلهم كان عندهم رغبة بإثبات أن التشكيك بولاءهم أنهم مجرد بيلعبوا من أجل الفلوس هو تشكيك خاطئ أرادوا الرد على هذه الحملة كان في إيمان عند كثير لعبين أنه في شيء ممكن من أول لحظة في تلك المباراة كل العالم من فريق خسر دوري أبطال آسيا إلى فريق يدعو إلى الفقر إلى البطل العائد من بعيد موقع فيه فبيوصف العودة بالعودة المذهلة وحتى لما برشلونة عمل ريمونتادة الشهيرة تعته على سان جيرمان الاتحاد الآسيا ولكورت القدم عمل من شيء للاتحاد الأوروبي ولكورت القدم وقالهم نعرف أنه عندكم ريمونتاد جميلة لكن عندنا الريمونتادة الأجمل ريمونتادة الاتحاد حتى لاعبي الأندي الأخرى سعيد العويران الأسطورة السعودية نشر على تويتر في إحدى احتفالات السنوين بذكرى الريمونتادة التاريخية وأشاد بدون منصور لبلوي في ذلك الإنجاز وللعلم كثير من الشعب السعودي ربما لم يكن قد شاهد ذلك اللقاء ببث مباشر وفي أسباب لذلك بيروين إياها الزميل عبيد الله أذكر المباراة أنها كانت وسط الأسبوع كانت تلعب صباحا أو ظهرا الطلاب كانوا في مدارسهم الموظفين كانوا في دواماتهم فبالتالي كثير من الناس ما شاف المباراة لأنه فاقد الأمل أن اللتي رح يكسب هالمباراة الاتحاد بيرجع رجعت بطل الوطن المسؤولين الكبار في كل البلد عم بها النوع عم بتتصلوا في رئيس النادي وفي اللاعبين وبشكروهم على تشريف الكرة السعودية قبل أي شيء آخر ريمونتادة اتحاد جد بلا نقاش هي الريمونتادة الأسيوية تقريبا الوحيدة اللي بتلقاها بالمواقع العالمية لما يذكروا أشهر منتذات كرة القدم بعد المباراة صارت شوي التفاصيل منها أنه دراجان تلا يج ما صار مدرب للاتحاد بسبب اللقب اجوا قالوا رح نجيب مدرب من برة وانت حتصير مساعد هو رفض ذلك وقالهم أنا صار جاهز أصير مدرب فريق أول فما راح محهم ولا العلم بالأردن كثير بيعرفوا دراجان إذو لمستوا مع الفيصل وشباب الأردن والوحدات وأيضا في البحرين بيعرفوا مع المحرق البحريني لأنه فاز بالدوري أيضا هناك بعد المباراة بسنوات خرج مناف بشقير صاحب الهدف الخامس وقال اللي وضعت تشكيل أصلا مش دراجان اللي وضحها منصور لبلوي على كل حال مين كان حط التشكيل على كل حال مين كان الفضل مش مهم لأن الفضل الحقيقي والإرث الحقيقي يبقى لجهة واحدة للمؤسسة للنادي للاتحاد مش مهم هذا أو ذاك كلهم اشتغلوا كلهم نجحوا من أجل شعار هذا النادي رمونتادة بتوري قديش مهم إنك ما تستسلم رمونتادة بتوري قديش مهم إنك تجهز نفسك ذهنيا قبل فنيا وكله لازم يشتغل بالتوازي رمونتادة بتوري قديش القرارات الصغيرة بتفرج موعد سفرك عشان تلعب لقاء العودة بيفرج سواء كنت حزنان أو فرحان بوري قديش رئيس النادي لما يتحمل مسئولية مش بس يكتفي بإقالة مدرد بيفرج كل التفاصيل كل هذا الشي عشان تدخل التاريخ بدك مجموعة قرارات كلها تكون تفرج معك موصل هون لنهاية حلقة قصة الجمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بذكركم تشاركوا بقناة سيلفي سبورت على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة